هاي أنا اسمي نيديا جدالو أنا clinical psychologist النهاردة عايز أتكلم في إيه اللي بيحصل في ال therapy sessions بتاعتنا أول حاجة بنتعرف على بعض فيه ناس من اللي بتيجي بتبعايز تعرف أنا مين دراستي إيه وبعمل إيه في الحياة ده حقك والعكس صحيح أنا محتاجة أعرف شباية معلومات عنك عشان تديني overall picture وبعدين بنواها نتكلم في إيه اللي مدايقك فيه كذا حد سألني طب أبتدي من الأول أبتدي من الآخر بتدي من الحتة اللي وجعك أنا بعرف أوصل لإيه الحاجة اللي بتوجعك بالزبط أو إيه الحاجة اللي مدايقك حتى لو أنت لسه ما وصلت لهوش أشاور لك عليها لو وفقت هنبتدي نشتغل عليها بنحط خطة بنتقابل مرة في الأسبوع وبعدين بيبقى فيه حاجات كتابة أنا هقولك تعملها من هنا لغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعده عشان الهدف من therapy مش بس اللي بيحصل في ال session اللي احنا بنوضها مع بعض therapy بيحصل ما بين ال sessions إنه زي ما يكون بيبقى فيه لمض معينة في دماغك في منهم لمبة مش منورة قوي فأنا بقرس عليها بكلامنا فبتنور فأنت بتشوف اللي حواليها من أسبوع لأسبوع بتفكر في اللي احنا قلنا فيه بتبتدي تطبق ده على حياتك فبتحس بإمبروفمت الهدف من therapy إنه أنا همشي معيك خطوة خطوة في الحاجة اللي معصلكة في حياتك لغاية لما انت تقولي تمام أنا عارف قبشي هالوحتي sessions بتبقى مرة في الأسبوع وبعدين مرة كل أسبوعين ومرة كل ثلاث أسابيع لغاية لما أنا ببقى مجرد ريفرنس بالنسبة لك لو لو قدر الله حصل إنه في عصلقة ما حصلت anytime in the future في حياتك انت بترجع تكلمني تاني وأنا حبق معمود